اشتركوا في القناة بدنا شي جمعة شمس شتي شتي أنجأ يعني عم بيمرق هيك يوم أو يومين وكتير برد يعني هاي السنة اي 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 بكل شي اليوم طبعا بدنا نحكي متى تبدأ العينية بالبشرة وشو الركائز الاساسية للعينية الصحيحة بالبشرة وهلأ بدنا نبلش حديثنا منرجع مثل ما عوضنا أصدقائنا المشاهدين دكتور وفاق بتطرح عليكم سؤال ونتلقى اتصالي تكون وفيك دو ديما تقدمي الدكتور وفاق مع كارون عفاف تبغير اسمك عفاف خلاص عملي وفاق خلاص وفاق مش غلط مش حلو الاسم انا بيقلولي وفاق يعني بتصير هيكي واوقات في كمان اسم تاني يعني الاسم اللي فيه عفاة هيكي اوقات بتقطع يعني عرفتكي ما هو لأنه عفاف ووفاء كتير يلا نيوتراند متى تبدأ العينية بالبشرة وعن جد هيدا سؤال كلنا منطرحه على حالنا ومننصح فيه يعني نحنا مننصح الصبايا البعض هايكي يونج واول ما عم بيبلشوا مقبلين على هالحياة منقلهم ما تتركوا بشرتكن أحلى ما بعدين تدفعوا التمل صح علميا وطبيا اي متى لازم نبلش بالاهتمام الدائم والمستمر ببشرتنا اوكي هلا نحنا هيدا الموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم لأنه كتير اوقات بيتأجل الكار والعناية لفترة هي بتكون صار فيه اورادي مشاكل يعني بتكون الصبية مثلا صارت يمكن بعمر جامعة او هيك يعني وبيكون بلش عم بتحس انه فيه تنشيف بالوجه او فيه حمار او ممكن فيه حبوب فالعناية كل ما بلشت ابكر كل ما كان احسن هلا نحنا اذا بدنا نربح فينا نخلي السؤال للاخر منعطي السؤال هلا وبعدين منحدد العمر اللي هو المزبوط اوكي السؤال اللي رح نطرحه اليوم هو انه السكن كير اكيد لبيزك يعني نحنا ما رح نبلش بكير كتير مفلصف من الاول ولكن الاشياء اللي هي عن جد الاساسية والمينموم هي من اي عمر مننصح انه تبلش اذا هيدا سؤال دكتور عفاف مع كارون اصدقائنا المشاهدين فيكن تتصلوا فينا بعد شوية الرقم بيطلع قدمكم على الشيشة من اي عمر لازم نبلش نهتم بالبشرة ومثل ما قالت دكتور عفاف مش انه يا لطيف ما ما نخلي شيء الا ما نحطه بس اكيد فيه امور اساسية لازم نمشي دمنا لتظل بشرتنا نظرة ولا تخدمنا مدة طويلة بالحياة صح لنحافظ على الرصيد اليوث في الناس يلي بيكون عني هلأ نحنا محاضرين نسلايدات فينا نمرقون ولنحوين شوي كمان على المشاهدين نعطيون احتمالات شو رأيك لا قولوا ما هو هين السؤال هين نتركوا هيك اوبا نتركوا اوكي شو رأيك ايه لش لا منبلش بالصور لتفسري لنا عنهم اكتر واكيد من بعد ما نخبر عن الصور منبلش نطلق الاتصالات تيبعا هون انا يعني دايما بحب افتتح بكاول هو ريليتد للبيوتي هون حبي تقول انه ريالبيوتي is never perfect يعني نحنا لازم ننطلق من هيدا الفكرة انه الجمال الحقيقي ولا مرة هو perfect يعني الperfection الكمال الكمال يعني الله يعني نحنا اذا بدنا نحكي شوي انه الكمال هو منه للانسان الكمال هو لربنا لربنا فقط وكمان شغلة حلو نفهمها ونقتنع فيها وننطلق منها انه اوقات الperfection كمان is not beautiful يعني بتصير اوقات شوي يمكن مصطنعة فبالتالي كل سيدة تتقبل حالة مثل ما هي وفي مرة كمان جرب رسام انه يعمل لوحة لسيدة نقى اجمل عيون اجمل تم اجمل من خار وجمعهم برسمة واحدة وطلعت هالسيدة هاي مش حلوة فهو انصدم يعني هيدا شوي لنرجع نقول انه اوقات شكل الجسم هو شكل الوجه اكيد مع الجسم يعني الشخص هو كما هو بيكون عنده جمال متناسق فنطلقوا دايما منها المبدأ هيدا لانه اوقات السعي وراء الكمال هو عبس يعني ودليل على حديثك الصائب مية بالمية انه في كتار من النجمات عم بيلجأوا الى عمليات الزيادة تجميل عم تندعم فكتير حرام عم بيتبشعوا وشفنا اخر فترة اذا كان فيه نجمات رائعات الجمال هلأ شفنا مثل كأنه صاير معه شي لانه زادوا الشد والنفخ والهيدا خلونا نظل قدمة فينا طبيعية اكيدة بتوافقيني الرأي دكتور عفاف انه حلو الواحد يهتم بحاله اكيد اذا بده يحط بوتوكس وفيلرز يحط ولكن مش يزيد اذا بده يعمل عملية بشي بوجه يكون كتير مبين مثلا لاناعتبر عندها منخار كتير كتير بيشعوا كي تعملوا بس مش نتحول لمسخ مظبوط دايما المبالغة والإكزاجريشن نحن بحلقة الماضي حكينا عن الشفاف وفرجينا كيف اوقات يعني بصيروا شوي كاريكاتور يعني حتى بقلولهم داكليبس يعني مثل شفاف البطة وهلأ الترند هي not to overfill يعني الترند هي انه ما يبين انك عامل شي فهيدا عن جد هو المئيس يلي هو طبيعي اكتر يلي بيحافظ على انتجري تيلوج وعلى personal look يعني ما يصير الكل بيشبهوا بعضهم وكمان هاي منبقى منحكي عنا بحلقة تانية بس لما نبعد كتير عن موضوعنا منحكي عن البوتوكس والفيلرز شو ممكن يعملوا بالبشرة على المدى البعيد يعني هاي دي كمان لانه ما في وعي عليها فمش غلط ندوع عليها نخصص حلقة لنشوف شو بيبين مشاكل الوقت اللي السيدة بتعمل هال بروسيدجر خاصة بشكل متكرر مية بالمية منتابع اكيدة بالسوار هون السؤال هو بيجينر كير بيجينر يعني وقت اللي صابية او ممكن حتى شاب يعني بيكونوا بعضهم صغار بعمرهم بالعمر يعني جان ايمتا بدون يبلشوا بالهال كير يلي هو الاساسي لاحظة بيجينر مبتدئين يعني العناية بالبشرة لشخص مبتدئ ايمتا ايمتا بتبلش وشو هي يعني كمان هون شوي بيكون في ضياع انا نقيت هيدا الموضوع لانه اليوم فرصة ويمكن في كتير صبايا مفرصين ان كان مدرسة او جامعة او هيك فقلت انه هيك بركة بيكون عندهم شوي توجيه وبيعرفوا انه هنه اذا ماشين مظبوط او اذا لازم هلأ يعني يبلشوا لانه صار حان الوقت مية بالمية منتابع اوكي هون الاشياء اللي هي فعلا فعلا كتير اساسية هنه ثلاثة ايتمز ما في غيرهم يعني الوقات منحس انه اذا ما بدنا بلش نجيب كرامات يعني كسرنا البانك او عنا هلأ مدري كم صنف لازم نشتري فبصير فيها الحاجز الخوف بينما هي اذا بلشنا وبلشنا صحيح ما بدنا الا ثلاثة ايتمز هنه اساسيين فقط لغير بدنا شي غسول يعني لحتى ننظف الوجه لانه لازم الوجه يتنظف هلأ منحكي كمان كيف النقيه لكلنزر وكم مرة لازم يتنظف الوجه بالنهار هيدا وان ايتم اساسي هو على الايجيان يعني هو ركيزة نظافة بشرة قبل ما يكون جمال اكيد عنا كرام مرطب يلي هو شي كتير 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 اساسي وحتى البشرة الدهنية بده كرام مرطب يعني هيدا الشغلة بدنا ننتبه له بيبقى عنا تالت ايتم يلي هو الاس بي اف او السانسكرين كمان يحبز انه نبلش فيه من عمر صغير وهي هيدا الكير لأساسي طيب نحن بدنا نتابع حديثنا الشيق معك عفاف ولكن بدنا نذكر 01491703 هيدا هو رقمنا فيكن تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء وتتصلوا وتقولوا لنا برأيكم باي عمر لازم الفتاة تتبلش بالاهتمام ببشارتها والفائس بيحصل على هدية كرام تقدم الدكتور عفاف اكيدة بتتواصلوا معا وبتستلموا الكرام فكسفوا اتصالات تكون حلو كتير الربح واليوم عيد عيد مرمرون يلا هيكي الواحد شو حلو الكذو بالعيد ما هاي اكيد دايما حلو الكذو ايه بش بالعيد كتير حلو بش بالعيد احلى اكيد بيقى في مناسبة هلأ من ربح اللي راح تتصل واللي راح ترباح كرام بيكون هو لعمرة لبشرتها انا بحب تكون صبية صغيرة ويكون هيدا اول كرام لائلة لانه بيكون هيكي مميز يعني يمكن راح تتذكروا انا هيدا اول كرام كان استعملته بيكون فيه ترتيب والترتيب الصحيح يعني اوقات الاشياء اللي بتكون تجارية بيكون فيها هيومكتنس يعني هي مواد بتشرب لرطوبة واوقات بمناخ ناشف هالمواد هيدا يعني بدل ما تكون عم ترطب الوجه بتصير عم بتنشفه يعني ما بتعود كتير ملائمة بينما فيه مكونات تانية بتشتغل فعلا على ترتيب البشرة وتصير هي البشرة قادرة انها تحمي حالها يعني بيصير عندها الباريار الصحيحة حتى اذا الشنهار ما حطت الكرام ما بتحس نشف وجه يعني ما بيكون عندها هيدا الافيروبون بالعكس بتكون البشرة هي هلثي وهي عم فيها تحمي حالها بيهال يعني اذا توقف الكير يوم او يومين فهيدا بيكون اول كرام يعني بيكون كرام بيزيك فيه ترتيب فيه اكيد اكلاء بيكون فيه كمان انتي اكسيدان لحتى يحمي من البوليوشن فهيدا بيكون كدولة اللي تربح معنا اليوم نعم اذا كسوا اتصالي تكون اصدقائنا المشهدين ويلا حصلوا عليك دول يوم نقلكم مبروك سلفا عفاف في كتار من الصبايا بيخافوا ليش لان اهلهم خوفون انه قعد حطوا شي على وجهكم ستكم صار عمرة مية وجهة مثل المرية دايما نسمعها ما تحطوا شي على وجهكم بتظل الصبية تأجل 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 بس ببينزع كثير البشرة ايه مش كل البشرة تتحملوا بس هي يعني بيقولوا عوقات يستعملوا لانه فيه لكتك اسد يعني هو شوي متل الاسيديا اللي بيستعملوهن للبيلينج ولكن متل ما قلت ممكن يكون لانه يعني بنكوز لسكنه بيعمل حمار هلأ بدنا نشوفها اللي بتدرك بشرتها لهالعمر شو ممكن يسير معها ولكن بدنا نريخد اتصال ألو صباح الخير ألو بونجور بونجورين بدأ اشترك بالبرنامج بريد أهلا وسهلا فيكي مين معنا معكي مادام بشعلاني شو الاسم صغير جانو بشعلاني جانو شو حلو هالاسم يا جانو مرسي تفضلي شو بتقولي من اي عمر الفتاة لازم تبلش نهتم ببشرتها هلأ هو بسن المراهقة تتغير مستويات الهرمونات بالجسم وبتأدي كمان لزيادة إفرازات بالزيوت والدهون بالبشرة أكيد وهذا الشي بخلي البشرة أنه لازم نبلش نعطيني فيها من سن المراهقة كمان لأنه بيصير في عنا بيصير يطلع رؤوس سوداء بيصير في عنا بزور بالوجه فكرمال هيكي بعتقد من عمر 17-18 وانت طالعة أوكي جانو أنا بدي أشكرك بدي أشكر اتصالك الحلو أنه عملي سيرتش مخبرتنا أنه فيه إفرازات وكيف ينزلوا ببراجة جانو طيب على الموضوع تمام يعني بس اللي قالته مزبوط صح مزبوط طيب نحن بعدهم تمامين بدي لقاء اتصالتكن يلا لحقوا حالكن لأنه الكادو حلوة وبعد في صور كمان من كافي الصور من جامع نتابع يلا خلينا هلأ لجيوبك على السؤال جيوبيني على السؤال من كافي الصور ومنرجع نخل الاتصال بالنسبة أول شيء للي قلتي أنه فيه أوقات صبايا بيخافوا يبلشوا بالسكن كير أولا أنه مثل ما قلتي أهلهم بيقلولهم شو بتكون بهالشغل هاي ستكو هاي عمتكو هاي خالتكو هاي كذا أوكي هلأ إذا نحن ما بدنا نتطلع على الجيل الأديم لأن الجيل الأديم أول شيء كان أكلهم غير كان مناخهم غير وبذات الوقت يعني ما فينا نعتبر أنه كلهم كانوا يعني نحن اليوم أوقات من قارن سيدي مثلا عمرها 60 سنة بي سيدة تانية عمرها 60 سنة لو من الجيل الأديم ممكن السيدي اللي هي اليوم عم تستعمل كرامات بشرتها أحلى يعني ما بدنا نقنع حالنا نجيل الأديم أحصن دايما وهيك بجوز يمرق نوع بشرة بيكون منيح أو سيدة يعني ما بيّن عليها لقد العمر ولكن هيدا منه ما رجع يعني هيدا حالة استثنائية الخوف أوقات وين بيكون أنه إذا عودت بشرتك ببطل فيك توقفي مثل كأنه هي مثل السيجارة يعني إذا هو أحد بلش فيها خلاص عليه إيه وما وقف وين المشكلة إنه إذا حطيتي كرامات ببطل فيك توقفي إنه بصير إذا وقفت بيخرب وجك يعني لأ هيدا الشيء أكيد غلط خاصة إذا كان الكرام صحيح وإذا كان الكرام معمول بطريقة جيدة هلأ في كرامات أو أحضر مش هقلك شو قالت لي أنتوانات ليه هقتوش بضحك تحت الهواء بتقليلي تحت الهواء بتقليلي تحت الهواء بتقليلي بدنا نكافل سريعا لأنه عنا أتصال أوكي هيدا الشيء هو خاطئ ما فينا نترك حالنا نأجل الكير لعمر لأنه منوصل لوقت منلاقي بيّن عنا كتير مشاكل فرد مرة وكلها بده شغل فما تتركوا حالكم لهال المرحلة هاي بل شعبكير بتربحوا على المدى البعيد مية بالمية اتصال كمان ألو ألو مجورين كيف كون حمد الله مين معنا فاتمة حمود فاتمة كيف فاتمة حمد الله منوين عم تحكينا فاتمة من الجنوب النبطية أهلا وسهلا بجنوب تفضلي شو الجواب بدي كعاد لك السؤال من أي عمر لازم نبلش نهتم بالبشرة برأيك آه بعدني ما طلقك على الهواء بلأتي على الهواء وأنا عم بسمعيك آه أوكي حبيبتي من عمر تقريبا بس تخلص الوحدة السن المراهكة لأنه بس تبلش يتغير الهرمونات بجسمها بتصير تفرز مادة وبيطلع ببشرتها حبوب وهيك فلازم تبلش اهتمام ببشرتها وهيك أوكي لكن أنت بتقولي أنه بعد عمر المراهقة أوكي فاطمي أهلا وسهلا فيك شكرا لاتصالك كمينا طبعا بعضنا بتبعين بتلاقيك الاتصالات بس رح روح نكفي الصور لمحضرتهم عفاف ومنرجع كمينا مناخد الاتصالات هيك أحلى ما يمروا الصور وما تكوني حكيتي اعطيتينا كل المعلومات هلأ هون بدنا نحكي شوي عن الآد اون يعني زيادة عن الأشياء اللي هي الأساسية نحنا قلنا تنظيف للوجه قلنا كرام مرتب وبلوس SPF يعني سانس كرين هلأ إذا فيه أوقات حاجة يكون فيه أكتر من هيك شو ممكن يكون؟ ممكن نعوز آي كريم لو بعمر صغير يعني أوقات صحر بتكون بنت يمكن كتير جان عندها سواد حول عيونه حرام ينتركه يعني الوقت اللي منشوف شي بده تريتمنت يفضل إنه هيدا الشي ما يتأجل خاصة إذا كنا صغار مثل ما قلنا بيربحوا على المدى البعيد أوقات يمكن فيه حبوب بيكون بحاجة لشي spot treatment يعني يمكن عندنا dark spot بقعة غامقة كلف تاش يعني هل الإشياء اللي هي لوكال وبده شي مخصص لقلة فكمين هيدا ممكن إنه يكون يعني موجود من ضمن الركائز الأساسية يعني هون صرنا كل حدا كا باركا يعني كل شخص هو حاله يعني هو شو حاجاته الخاصة ممكن كمان نزيد اكسفوليان اكسفوليان يعني هو الشي اللي بيأشر هيدا الكير ما إنه كتير أساسي ولكن ممكن أوقات يعمل فرق بس هوني أنا برجع بقول إنه وخاصة الصبايا بحبه هيك إنه اكسفوليان وماسك وكذا بتحس حالة فعلا عم تهتم ولكن بليز مش أكتر من مرة بالأسبوع ماكسموم مرتين نقو شي يكون صوفت يعني ما يكون بجرح البشرة لأنه أوقات الحبيبات اللي بيكونوا فيه ممكن يكونوا خشنين ما نحس إنه هنه خشنين ولكن ممكن يكونوا منهم ملائمين لبشرة خاصة بشرة حساسة جان أوكي عندي اتصال ولكن قبل سريعا نحن بس نحط الماسك شو ما كان على الوجه مفروض نحطه على الرأبي ولا حسب نوع الماسك الأكسفوليون هي أجمالا بينحطه على الرأبي أكتريتون بس حسب أوقات النوعية الماسك ممكن ما يكون ملائم للرأبي أو منه ما بيفيد يعني يلا ناخد اتصال جديد مجور معك مادام سيهام أهلا مادام شو عائلتك رحيم حليم أهلا بي سيهام كيفك سيهام أنا بدي بالنسبة للبرنامج العمال بتحكو فيه نعم هو ضروري من بنت 18 سنة حتى وأقل تبلش تنظيف وجه أكيد عبوكرة بالله والليسيون هذا أهم شيء تنظيف البشرة وتحط كرامات بالنسبة للعمرة ترتب وجه وأكيد وإكران مشان الشامس حتى لو كانت بالبيت كان سيفيا ماشيتي مشان تحمي بشرتها حتى مت كان من لها بالغاز أو الدفاية أو الهواء يعني أصلك كرام دو جور وكرام دو نوي أكيد كرام دو جور وأكثر وأهم شيء متى المعمال بتقول أنه الإكران للشمس وحماية يعني للبشرة مية بالمية سيهام أنا بدأ أشكر اتصالك أهلا وسهلا فيك الحلو أنه كل المدامات مطلعين حلو جوابها مفصل وواضح وكلوا عاملين دراسة عن البشرة وماشي الحال ما أهدموا هلا أكيد زيادة الخير خير يعني نحنا عم نحكي أنه الأشياء اللي هي بايزك بس لما فيه موتيفيشن وبرجع بقول خاصة إذا كان المستحضر صحيح صح يعني أوقات يمكن مثلا حدا يجيب برودكت مرتب يكون بيسكر المسام يعمل حبوب فيه مشتقات نفطية يمكن أو العطور الاصطناعية يلي فيه بتعمل حسسية بتعمل حبوب يعني منكون نحنا بدنا شيء وقاية صار عنا مشكلة فبالتالي دايما إذا مننطلق من برودكت مركب بطريقة صحيحة وفيه عنده مواصفات ملائمة للبشرة خاصة عند الصغار بالعمر لأنه بتبقى البشرة بعدها فراجيل أكتر من الكبار فهيدا الشيء بالعكس بيكون منيح وبده كمان نايت كريم ليش لا أكيد عنا آخر صورة منشوفها سوا هلأ هون حبيت شوي لخص إنه ما تبلشنا ببايزك كير شو المطلوب مننا نعمله أول شي بدنا نكون بيشنت يعني يكون شوي بالنا طويل أوقات الجيل الجان يعني بتعرفي بدون الأشياء أوقات بسرعة فبتجيب الكريم بتحط أول يوم تاني يوم تالي تيوم بعدين تلاقي بعدها شكلها زيت الشيء يمكن أو متوقعة تشوف شي كتير فرق متوقعة سحر يعني هي بتحطه من هون تاني يوم بتقوم إن ثاني تاني هادي ما في مننا بدنا ننطر بدأ يكون شوي يعني لوجيك الخبرية وهون بس بدي أقول إنه الوقت اللي عادة بيتخذ كريم خاصة الكريمات اللي هي التجارية إجمالا بدأ حوالي 6 أسابيع لتشتغل هالوقات غير كريمات يعني أنا مثلا كريماتي في أشياء بتبين كتير أسرع ولكن بشكل عام 6 أسابيع هي الفترة اللازمة لحتى نحكم على هالكريم إذا منيح أو لا يعني ما تستعجلوا وتقولوا ما لا يمنى أو ما استفدتوا حطوها جنب قبل 6 أسابيع مينموم 6 أسابيع لنرجع نحي دال معدل إذا فيد ولا لا عنا أخر اتصال نختصها قالو قالو بوشور مادام سحر ويه لو سمحت أنا عبدالي أطلبكم أطلب الإزاعة بدي حدا يساعدني أنا بيوضعي بالأرض نعم مانا طا عبدالي أطلب ما عبدالي أطلب مسيقلي مادام بعزبك بليز بتحتي اسمك ورقمك بالرجي نعم وهلأ الصبايا بياخدوا الاسم والرقم ومنشوف شو فينا نعمل أوكي شكرا لأتصالك في ركائز أساسية متل ما قلنا بالعناية بالبشرة وما لازم ننسى بشرتنا وبعضينا نوعا نلاقي صار فيه ترهل والدني قيمي وصير بدنا نصلح ما يعود فينا نصلح ولكن في كتار بيقولوا بدل ما نجيبوا كريمات كرام دو جوري كرام دونوي كذا 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 خلونا نحط من هالموجودات بالبيت وسألتك عنه منه بيعملوا خيار منه بيعملوا ماسك بطاطا منه ماسك موارد منه شاي هلا يمكن ما بيدروا بس بيفيدوا هلا هيدو لي ممكن أنه خاصة إذا كانوا صحيحين لأنه بدنا ننتبه أوقات فيه أشياء ممكن تقزي مثل ما قلنا اللبن مشكلة البشرات بتتحملوا فيه أشياء بيدخل فيها حمضيات بردقان حاموض هولي الأشياء كمان ننتبهوا لأنه هولي بيعملوا بسببه تدبيغ بالبشرة يعني فيه أوقات أشياء بتكون خاطئة ولكن إذا اعتبرنا أنه التركيبة هي منا مأزية ممكن يفيدوا ولكن مش مثل سكنكير متطور فيه بقلبه بيفوتوا على عمق البشرة وبيعطوا نتيجة يعني ممكن يعملوا فرق ببعض الأحيان ولكن على الأرجح ما يكونوا كافيين لوحدهم طيب هلأ بدك تعطينا الجواب ونرجع نسحب اسم فائزة من السيدات يلي اتصلوا فينا في منهم قالوا بعض عمر المراهقة وفي منهم قالوا بعمر المراهقة دكتور عفاف شو بتقول؟ قبل المراهقة أول ما تكون خلقانة تخلق في عمر سنة سبتين بتبلش بالكريمات هي يفضل يعني هلأ تين ايجرز يعني هي ثيرتين أوقات نعتبر البريتينز يعني هن ال 11-12 بهيدا العمر يفضل أو ينصح أنه نبلش بركائز العناية الأساسية اللي حكينا عنه الكلانزر صحر هو شي كتير أساسي قبل ما تبلش الأكنين احنا قلنا بحلقات سابقة أنه ثلاثة من أربعة مراهقين بيعملوا أكني الأكني فيه ميكروبات على البشرة فيه يعني نحنا بدنا كمان نحسب حساب لبعدين إذا بلشنا مثلا بكلانزر مظبوط مع كرام مرطب ما أنه أويلي ما بيسكر المسام نحنا بنكون عم نحصن البشرة وممكن نتفيدى مشكلة الأكني من أساسها ليه ننطر لحتى نوصل عليها فمش غلط بيعمر 11 سنين 12 سنين بلش بيه على قليلة الغسول وكرام مرتب خاصة إذا كان طبيعي وبيلائم البشرة بربان فري يعني هالخصائص هاي دي فبيكون ملائم لولد يعني بالنهاية 11-12 سنة بعده ولد ولكن كمان في ذات الوقت بيكون عم بيعطيها فوائد حلو لكن حسب مين جاوب فوق بالرجي اللي عطونا الإجابات الصحة بليز اسحبوا اسم يلا طبعا على الكمبيوتر عم بيمرؤوا كل الأسماء وبفقس الزر الصبايا بيعطونا الاسم أوكي فاطمة حمود من النباتية ألف مبروك فاطمة إذا بتحصل معنا على كرام تقديم الدكتور عفاف ماكرون كرام وبكرة بتشوفي قد يفعليته لأنه سألوا مجرب تانكي سألين قال نعم بتقلي أطوناك بليز عطيهم رقميك أوكي رح أقول رقمي بالإنجليز بجعب أقوله بالعربية 7-1 7-1 6-4 8-5 9-7 7-1 6-4 8-5 9-7 6-4 8-5 9-7 واحدة ينسي و 6-1 6-1 6-4 8-5 9-7 باللغات الثلاثة قوعة حدا يقلنا ما قلته الرقم لا بطلع بليقوا 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 بس ما قلته الرقم قلناه بالفرنسي وقلناه بالعربي وقلناه بالإنجليز بثلاث لغات وفيهم يليقوا يعني ماكسيمون بيفوتو فيسبوك بيوتي باي دكتور عفاف على صفحته كمان بيقدروا يتوصلوا معي أو بيبعثوا ميسج أو فيه لينك الواتساب كمان يعني بيبعثوا لتاكست واتساب وأنا بتابع معهم إذن ألف مبروك لفاطمة حمود متل ما سبقوا إذا كانت بتتوصل مع دكتور عفاف وبتحصل على هديتك القيمة اللي هي كرام بيحمل توقيع دكتور عفاف بس بدي هيك أحكي بطريقة سريعة عن تركيباتك بالكريمات يلي فعلا عم بتكون بماكينة أصطحيح قدي عم تدرسي كل الأمور يلي ممكن تساور البشرة كل الشوائب يلي ممكن تكون بالبشرة وعم بتحاولي تأدمي للبشرة كرام غني بغزية وبقيم الشوائب وبقيم لنا هالمشاكل يلي يمكن نحنا أول شيء ما منفكرها مشاكل بس بعضين مع تقدم العمر بتصير مشاكل فعلية وبباطل فينا نحلة صح يعني هيدا نتيجة خبرة ونتيجة دراسات ونتيجة شغل كتير دقيق وأبحاث يعني هلأ دايما وقت مننطلق من طريقة شغل صحيحة النتيجة بتكون يعني مثل ما عم بتقولي بيكون فيه فرق أنا بطريقة شغلي أول شيء الكريمات بدون يكونوا يعني أنا ما بحط برابان ما بحط مشتقات نفطية يلي هي مئزية للصحة ما بدخل عطور إصطناعية يلي بتعمل حساسية فيه كتير ناس ما بيتحملوا كريمات السوق لأجل هالشغلة هيدا ما فيه مشتقات حيوانية بذات الوقت المكونات يلي بشتغل فيها هي مكونات متطورة مكونات فعالة طريقة الشغل بتخليها البرودوية يفوت على عمق البشرة ويعطي نتيجة ودايما التركيبة هلأ فيه سيدات بتقولي بدي أكله بدي كذا فيه يعني هي دايما بتاخد أكتر من هيك لأنه بتكون التركيبة متكاملة يعني أنا بعرف حجات البشرة شو؟ وبشتغل بطريقة يكون كل هالإشياء هيدا مغطاية بيكرام فعلا بيعمل فرق كرمل هيك بيبين نتيجة على الوجه وبيصير فيه استمرارية عند السيدة مية بالمية نحن بدنا نشكر وجودك معنا دكتور عفافة مع كارون صيدلي واختصاصي بالعليج الطبيعي للبشرة وإلى المزيد من اللقاءات وبدأي إلك تانكس على كل الكادويات الحلوة القيمة يلي عمت أدمية مرسي لألكم مرسي لألكم أنا بالعكس هيدا شي بنبسط فيه وبشكر وفاء للمشاهدين والمشاهدات يعني دايما على المتابعة الحلوة عن جد هيك لأنه صرنا نحن وإياهن عائلة وحدة شكرا لألك دكتور وفا مرسي لألك أصدقائنا للمشاهدين نحن مروح لبريك صغير وبتجعب باسكال بتنضم لألكم اشتركوا في القناة